كل شركة تتلقى دعما من الحكومة الأمريكية تمنع من إقامة مشاريعها في بكين وما حولها لمدة عشر سنين على الأقل هو آخر قرار للبيت الأبيض في إطار الصراع السياسي والاقتصادي مع الصين التي بلغ حجم صادراتها العام الماضي إلى الولايات المتحدة أكثر من 180 مليار دولار البيت الأبيض خصص أكثر من 50 مليار دولار لدعم الصناعة الأمريكية للرقائق الإلكترونية ماليا أو عبر بعض الإعفاءات الضريبية على الشركات المصنعة هناك بعض القرارات التي تصاعد الخلافات بين أمريكا والصين من عهد ترامب والكونغرس وافق على كثير منها بسهولة لكن يجب على البيت الأبيض أن يتأكد بأن الأموال التي يصرفها لصالح الأمريكيين وبلادهم لا تدعم الاقتصاد الصيني قرار اعترضت عليه السفارة الصينية في واشنطن وقالت بأنه تذكير بالحرب الباردة في حين رأى فيه مراقبون سببا كافيا لتأجيج التوتر بين البلدين الرئيس بايدن أصدر صيف الماضي أمرا تنفيذيا يقيد الاستثمار الصيني وشمل 59 شركة والقرار الجديد من ناحية سياسية وأمنية مهم جدا لأنه سيؤدي لاستقرار سوق الشرائح ليس فقط في أمريكا وإنما في أسواق الحلفاء الأوروبيين وسوف يضمن القرار الجديد عدم تعطل حركة الإنتاج بالمستقبل وعللت وزارة التجارة الأمريكية قرار البيت الأبيض بأنه جاء للحفاظ على الأمن القومي الأمريكي قبل 30 عاما كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن إنتاج 40% من الشرائح الإلكترونية في العالم أما حاليا فلا تزيد حصتها عن 10% وهو ما دفع البيت الأبيض بسماحي للشركات الأجنبية باستقطاب الخبراء في هذا المجال إياد الجغبير سكاي نيوز عربية واشنطن